رسمية عودة اسم بارز في سجل العمليات التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضد الاحتلال كانت تقيم مؤخرا في الولايات المتحدة لكن نظرا لإخفاء رسمية تورطها في عمليتي تفجير في القدس عام 1969 تخذت واشنطن قرارا بترحيلها من أمريكا إلى الأردن وسحب الجنسية الأمريكية منها ولم تضج المواقع الاجتماعية بقضية رسمية فحاس بل تبنتها حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني كما أنها شغلت الإعلام الغربي لمعرفة حقيقة ارتباطها بالعمليتين إلى التفاصيل رسمية تغالب دموعها وهي تودع مناصريها وأصدقائها أمام قاعة المحكمة في الولايات المتحدة بعد قرار ترحيلها إلى الأردن لإخفائها إدانتها في تفجير وقع في القدس عام 1969 وقع في القدس عام 1969 بالعودة لما حدث أدينت رسمية عواد التي تبلغ من العمر سبعين عاما على خلفية تفجيرين وقع في القدس في عملية للجبهة الشعبية أسفر عن مقتل مستوطنين وإصابة العشرات في متجر سوبرسول ومحاولة تفجير القنصلية البريطانية تم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة عام 1970 بقرار من المحكمة العسكرية للاحتلال بعد اعترافها بتورطها في العمليتين وأمضت عشر سنوات في السجن قبل إطلاق سراحها بعملية لتبادل أسر الجبهة الشعبية التي عرفت بعملية تبادل النورس عام 1980 انتقلت بعدها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت مساعدة لمدير شبكة العمل العربية الأمريكية في شيكاغو التي تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية تقدمت بالحصول على الجنسية الأمريكية ووقع الإشكال بعد حصولها على الجنسية حيث أنها لم تكشف عن سجلها الجنائي عندما تقدمت بالطلب عام 2014 أدانتها هيئة محلفين اتحادية بسبب الهجرة غير الشرعية وتقرر سجنها وطردها من البلاد حيث أوضح مدعون اتحاديون أنها انتهكت القانون الأمريكي لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن عام 1995 وأيضا عندما حصلت على الجنسية الأمريكية عام 2004 اجتاح خبر ترحيلها مواقع التواصل الاجتماعي وتحركت الكثير من المبادرات الداعمة لفلسطين للوقوف إلى جانبها في الولايات المتحدة فهل ستتوقف إدانتها عند ترحيلها فقط أم ينتظرها قرارات تصعدية أخرى ترجمة نانسي قنقر